يفتح فروع عبر الآخرين يقول الممنوح الممنوح يقول أنا ما أجل أشغل فروع ما بغى أشغل فروع أنا يقول خلاص نتفق في العقل لأنك ما تشغل أنت فروع عبر الآخرين تمنح تعطي الآخرين ممنحين تقسم المنطقة حدود الشمالية إلى وحدات متعددة وتمنح الآخرين فهذه أنماط البيع أنماط امتياز تجاري طيب يسأل يقول لك في نقطة هنا كثير الآخرين اجتمام الآخرين هل يمكن أملك مواقع منح مواقع الفرنشايز يمكنني أنا أشتري من الممنوح أنا كممنوح كمستثم عن جراء اسمال أجل أشتري موقع جاهز ممكن في حيات محددة أو حالات مثال نرقيكم مثلا في الجنوب أفتح الموقع ما في أحد هناك فتح ما في أحد رغب أن يفتح في الجنوب أنا كمان أحرحت الجنوب المستثمرين متخوفين من نشاط هذا أنا بفتح والله بفتح ورشة سيارات كانوا خايفين السيارات قليلة الناس أغلبهم يمشون برجولهم في نقل عام موجود هناك في ناس متعاونين فمثلا نقول نقول لك ممكن أن تفتح إذا أنت هنا هنا يقول هنا يكمن الفرنشايز يقول المانح يفتح هناك فرع خاص فيه بعد سنة قوة اشتهر المنطقة هناك الورشة السيارات اشتهرك جاء ممنوحين آخرين أصبح هناك إطبار المانح ممكن يبيع ممكن الممنوح يشتري بفتح موقع الأصل أن الفرنشايز المتاز الجاري يتوسع عبر آخرين فعنده موقع هو في الجنوب المانح لديه موقع في الجنوب هو فاتحة عشان لا يوجد من اللي يشتري ما في أحد يبغى الفرنشايز ما في أحد هناك يطلب الفرنشايز قليلين أو ما في أحد مستثمرين متخوفين من مخاطر فهو فتح الآن فتح واشتهر وصل في أقبال على الطلب على المنح فيجي ممنوح مستثمر يقول أنا بفتح ليك هنا ممكن يبيع الله يقول أنا عندي موقع في الجنوب أنت في الجنوب عندي موقع رطية خاص يشتري هنا ممكن يشتري الممنوح هنا في حالة ممكن يشتريها طيب بيجي سؤال يقول لك أنا ليه الحق كيف أختار المانح كيف أختار منطقة المنح ما هي معايير اختار منطقة المنح قريبا من ساكنيك هنا هالنقطة مهمة تكون قريبا من ساكنيك أنا ساكن في الرياض أنا ممنوح ساكن في الرياض أنا كمستثمر ساكن في الرياض والمانح ساكن في الشرقية مركز إدارته في الشرقية طيب أنا ممكن أعطيك أنت ممنوح نطاق منطقة جغرافية منطقة امتياز في مكانك أنت في الرياض أنا أحطي عندك خريطة في الرياض منطقة منح مناطق منح وتختار فيها هي ليست إجباري ولكن نطاق الكنسة سيد سلمان اسمح لي على المداخلة بسا بس فضل أنت ذكرت أنه المنح يعطى حسب موقع السكن للشخص الراغب طيب هل هو مربوط في حجم رأس المال اللي أنا راغب أني أستثمر فيه أم هو إلزامي من المانح عدد الفرور ونوعية التوسع المقصد لا هو في التوسع هو بيعطيك المانح بيعطيك خريطة يقول أنت ونساكن ساكن مثلا في الرياض أنا عندي مناطق منح في الرياض أختار منها طيب يقول أنا أتوسع مستقبلا حسب الملاءة المالية إذا كانت أنت بيعطيك ماستر هل تكون ملاءة مالية قوية أكيد عشان توسع أنت فروعك وكذلك كتطوير أنت ممكن تمول تمول الفروع الممنحين كتطوير التطوير هو حلقة وصل لأنه مانح امتياز رئيس أساسي المالك الأم وبين ممنحين فهو يجب أن يكون مثلا هو ملاءة مالية حتى نتوسع بس مثلا نقل حكيك أستاذ سلمان نحن بقالنا إن شاء الله ثلاث دقائي وننتقل إلى فقرة الأسئلة والأجوبة طيب نجمينا طيب عندنا هنا أهداف الامتياز التجاري يجملها السريع التوسع والانتشار السمعة والشهرة القدرة على المنافسة زيادة العائد مع تكلفة القلب طيب يجيني سؤال يسأل الواحد يسأل منكم يقول لماذا أختار امتياز أنا عندي شركة قائمة لماذا أختار امتياز التجاري نقول أسباب السبب الأول كأنت كمانح مالك العلامة مالك البرانج وعندك نشاط نقول عدم وجود التزامات مالية ودرية وقانونية لموقع النشاط لموقع تشغيل لمواجهة العمل نقلناها مفصلة جاريا وماليا وقانونيا فعدم وجود التزام مالي ويداري وقانوني لموقع العمل أو الموقع النشاط النموذج عمل انتشار أسرع كمانح بما أتوسع بسرعة طيب عدم التأثر بضعف الأسواق السوق المانح ما يتأثر بضعف السوق انضعف سوق الرياض عنده سوق جدا عنده أسواق جدا يجيز حطها عنده سوق جدا عنده سوق شرقية فهو ما يضعف انضعف المانح المانح ما يضعف انضعف الممنوح في الرياض عنده منوح آخر في جدا عنده منوح آخر في شرقية طيب يقول التركيز على تطوير المنتجات أو الخجمات المقدمة بسبب من أسباب اختيار أني أكون مانح لماذا أصبح مانحا فهو التركيز على تطوير المنتجات والخجمات المقدمة فأنا خلاص ممنوح كثاني عملية تشغيل هو خلاص أنا مريح مريح راسي أنا كمانح في عملية تشغيل ثاني شيء التركيز على ضبط الجوجة المقدمة وضمان استلمارية للجوجة والحوكمة التشغيلية خلاص أنت مرتاح هو الممنوح من يشغيل عملية البيت ما أفكر كيف أطور كيف أدخل منتجات شديدة كيف أخطة سلقية كيف أسويها خلاص هو مرتاح بس هو يركز على ضبط الجوجة المقدمة وثباتها وارتفاعها للجوجة وحوكمة العملية التشغيلية عدم يشغيل في البيت هل هذا يتم عن طريق أنه المانح يلزم الممنوح برو ماتيريالز أو مواد خام أنه يوفرها في المحل على سبيل المثال أي نعم في كثير من الكوفي شوبز يقول ما تجيب انت مثلا القهوة عن طريق مورد لا أنا يا مانح اللي أورد لك أنواع القهوة والمكان الخاصة في تحضير القهوة لا هو الأصل الأصل أنه ما يورج هو يعطيك معايير الشركات معايير حقتها ممكن يعطيك هو يبيع لك سعر الجملة يعني هو ممكن يعطيك أسماء قائمة واعتمدة بالموردين ولكن الممنوح المانح ما يورج نفسه يعطيك ما عنده منتجات هو ما يسمع فهو بخلاف الوكالة ولو كان يصنع يعني ممكن يخلطه مثلا خلطة سرية إذا عنده خلطة سرية ممكن في حدود النطاق يعني ضيق ممكن خلطة سرية يمنح يعطيه و لكنه يعطيه معايير وأسماء قائمة الموردين يوثار مورد ألف و ربا هل ما أعلمني عندي المواصفات لا جهزة مثلا مطاعم واحدين ثلاثة هذه المواصفات معاييرنا وهل جوجتها معايير الجوجة حقيتها طبقها تستري دور معايير هذه موردين السيد سلمان للأسف داهمنا الوقت ما شاء الله أثريتنا بكم هائل من المعلومات و باقي المفور ونعرف 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 باقي كثير من البنود اللي تستحق صراحة أن ننظر لها ولكن نضيق الوقت مبطرين أن ننتقل إلى فقرة الأسئلة والأجوبة بعد ذلك طي فيه نقطة مهمة نبغس لنا لكي نجمل البعض هذه مهمة أدوار عملية امتياز يقول لك وش الدون فيه مموح يقول أنا بأشتغل شوية أشتغل أشتغل والمانح قاعد مريح لا كلهم يعملون خلنوا له مسؤولية ووشبات فممكن تقرون مسؤوليات المانح التجريب وضع المعايير المواصفات منتجات والسلمارية ثباتها متابعة والدعم الفني المستمر المعرفة التطوير منتجات والخدمات يطورها هذا منسبة المانح دور المانح دور الممنوح تنسيب توجيهات المانح وتطبيق معاييره ينفذها حسب تعليم المانح كذلك ينشغل في عملية البيت حسب دور الممنوح بيع المنتجات أو الخدمات مقدمة هو يشغل النشاط نموذة العمل هو يشغله كذلك طرح العقبات في العمل واقتراحات المستهلك النهائي كذلك الشهرة والانتشاب هو يساعدني في الشهرة والانتشاب هو يتوسع عبر آخرين نعم تفضل جميل الله يعطيك هل بحاف يا أستاذ سلمان طبعا في عقل امتياز وفي حزمة امتياز الباقة ممكن في دورات لاحقة نجملها بإذن الله الآن رح ننتقل إن شاء الله إلى فقرة الأسئلة والأجبة أذكركم أنها رح تكون جميعها عن طريق الـ Q&A اللي موجود تحت في أسفل الشاشة وجهوا الأسئلة وبإذن الله رح نختار الأسئلة ونضحها على الأستاذ سلمان أستاذ سلمان فيه سؤال من الأخ راشد يقول هل عمل الممنوح بعد إقفال الشركة الأم قانوني هو في الأصل يضعف المانح بعض الممنوحين مثل ما قلنا أخذ ماستر منطقة كبيرة ممكن هو يقول شاف بعيف يروح للشركة الأم يقول أنا بشتري منكم العلامة كلها بأخذ حقوقي بأخذ أنا كأنا قوي أنا حيني أشرف كبير بس أنا مانح ممكن يشتري هل يور مارسي زي ما ذكرت مثال يعتبر من استثمار بكرت سلمان أنه فيه أنواع من الامتياز التجاري مثل الماستر الماستر مثلا لو أبأخذ أنا الماستر هل الماستر ينحصر على التوسع أم في زيادة نسبة الأرباح أيضا لكذلك فيه نسبة الأرباح توسع يأخذ نسبة أكيد أكيد هو يتوسع ويحتاج ملاءة مالية قوية فهو يأخذ نسبة من الإرادات فقط وإسه الموقع هو يملك الممنوح نموذ عمل تماما يملك الممنوح المانح ما يملك الموقع يملك الممنوح المعدات وإدوان بكرة قد الله سكروا الموقع أنتهى العقد الممنوح يملك موقع المانح ما يملك فقط أسلوب العمل والعلامة تيارية والنظام العمل تشغيل حقه المالح يأخذه فقط يأخذ العلامة ويأخذ أسلوب العمل الممنوح المعدات والأجهزة والموقع كاملة بمعداته بأجهزته يملكها الممنوح كثير جتنا أسئلة حول نسبة الأرباح رغم أنك تطرقت لأستاذي ولكن ممكننا أن نعيد صياغتها هل المانح الأستاذ فيصل يسأل يقول هل المانح له نسبة من مبيعات الممنوح وكم هي النسبة بمعنى آخر كم الربح اللي يعطى للمانح من قبل الممنوح هنا نمر فهم خاطئ ما في ربح المانح المانح يأخذ الرسوم لديها عن جثاثة أنواع من الرسوم في رسوم أولية يأخذ عن توقيع العقب وتكون رقم أنا بأخذ أنا بأخذ مئة ألف عن توقيع العقب بأخذ خمسين ألف عن توقيع العقب ولكن هذا الرسم الأول يسمون رسوم أولية عن توقيع العقب الرسم التالي اللي بيأخذ هل نقلنا جميع الإراجات والأرباح يملكها الممنوح الموقع تبعه المانح ما يأخذ منه شيء يأخذ فقط نسبة من المبيعات مختطعة من المبيعات فأنت كممنوح تدور اللي فيها مشروط عالي في عوائج عالية تقول وشي النشاط اللي في عوائج الممنوح مثلا يأخذ المانح يعرض فرص فرص منح أنت يا ممنوح تبحث عن فرص امتياز تجاري بعوائج أهلة لأن المشروع تبعك العوائج كلها ترجع لك هو يأخذ المانح يأخذ نسبة مختطعة من المبيعات يحددها المانح يقول بأخذ منك 25% من إجمال المبيعات بأخذ منك 10% من إجمال المبيعات الرسم البعدة رسم تسويق هو بيضع صندوق من الممنوحين تشاركي لأن المانح هو بيسوق على نطاق أوسع الممنوح بيسوق حسب سلوب المنح عن ماطل المنح حقتها بيسوق منطقتها الجغرافية اللي أخذها منطقة المنح بالتالي هالتكلفة الأخرى شديد يقول أصلا تكلفة التسويق على مين فهي تشاركية لا فيه فيه اثنين نوعين في تسويق العلامة في تسويق المنتجات في نطاق جغرافي للممنوح وهذا على الممنوح الممنوح عنده نطاق أي الممنوح عنده نطاق جغرافي هو هنا يسوق المانح يسوق مثلا أخذنا منطقة البياب الممنوح بيسوق منطقة البياب المانح بيسوق المملكة كلها السعودية كلها هو بيأخذ من الشرقية المانح الممنوح في الشرقية الممنوح في الحدود الشمالية تبوك الجزان يأخذ منهم نسبة هذه يسوقها في الصحص في الإعلانات الشوارع في القنوات الفيزونية هذه يأخذها المانح ولكن ما يأخذها هو في جيبة وليس أرباح له أرباح الصندوق صندوق التسويقي تفضل السؤال أستاذ سلمان نرى كثير من الشركات المانحة تعطي إلى ممنوحين ولكن الممنوحين نفسهم نشوف فيه فرق بين فرع وفرع على سبيل المثال ممكن أشوف كوفي شوب مميز أكثر من كوفي شوب ثاني مع أنهم نفس البراند هذا يبادر إلى أذهاننا سؤال هل يسمح للممنوح من الأخ يوسف هل يسمح للممنوح إضافة قيمة مضافة خاصة به تميز فيها عن باقي الفروع أو أنه ملزم بمنيو وتصميم معين لا هنا هنا الجوهر الفرنشايز هنا الجوهر انكاس جاري لقطة تميز المانح عندها معرفة فنية عندها جوهرة الخلطات السرية تبعة خاصة أنت ممنوح ما تسوي من راسك خلطات تستهد الممنوح لا يستهد اللي حب الإجتهاد ممكن لاحقا يفتح لأ بزنس خاص فيه إذا أنت ورد تقول أنا ما أحب أجتهد ولكن ممكن أنت هنا تقترح على الممنوح المانح تقول والله عندي خلطات إضافية مثلا كافي عندي أنواع قهوة ممتازة ترفعها المانح ولكن إذا كان هو بيتعبك أنت يا مانح مالك العلامة مالك بران ابعد عنه لا تأخذ واحد يتعبك في التشغيل كثوية حق من تجديدة أنا عندي كافي جايب لي رز مع كافي أنا رجل أنا مطعمي يا رجل أنا مطعمي كافي كيف تحط بز لا أقبأ أكثر رجل بخاري ماشي سوقها قلبي بخص تصوي كنت رجل بخاري تطلع من نظر محلسة العملي عندي كافي عندي هذه المنتجات أقدمها صح نعم طيب لكن إذا كان قليلا ممكن ترفع اقتراح إذا والله مثلا فيه كافي مميز مميز مموجود في المنو ممكن ترفع المانح كاقتراح هو يعتمج حتى توجيهات المانح تسمع تسمع توجيهات المانح كميل في سؤال يقول هل يحق خاصة في احنا في مثل هذه الظروف القاهرة عسى الله إن شاء الله يزيل هل يحق للممنوح وتحت بعض الظروف القاهرة أو الكوارث أو الخسائر الفادحة إلغاء الامتياز التجاري من طرف واحد أنا كممنوح واجهتنا ظروف في بلد الممنوح وأرغب في إنهاء هذا العقد هل يحق لي؟ ممكن في قوة القاهرة حسب الظروف حسب العقد وفي نص عليه العقد وإشتري في القوة القاهرة بين الطرفين أو كم تعرفون على القوة القاهرة مثلا زيل الآن في الواضح ويفك عننا وإن شاء الله يفعل بلاء هل منها قوة قاهرة هو بيدك فممكن هذا يقول لي والله أنا ما عندي رجاج ما عندي نسبة ما أقدر أعطيك أنت يا المانح أنا المستثمر ممنوح ما عندي رجاج وقف في النشاط فممكن حسب تعريف القوة قاهرة وحسب بنوج العقد ترجعون العقد دائما لكن أنا أنا كمستثمر مبتد أستاذ سلمان هل الأفضل البداية في امتياز تجاري ماسر أو تطويري لا كبداية مبتد وهدى واحدة موقع واحد كانت معنش شركة فرق أبقى سلسل شركة الآن هذه وهدى واحدة جميل طيب في سؤال يقول هل يوجد مرجع لقائمة الأسعار بالنسبة للرسوم حسب الخطاع والنسبة لأسبوعين أو شهرين لاتخاذها عند أخذ امتياز هل في مرجع لدينا حكومي مثلا في السعودية يحمي الممنوحين هنا مرآن مزارة التجارة وضعت من الضام امتياز التجاري ويحكم العلاقة بينهم ولكن أنت كنت تحمي نفسك أنك عقد الامتياز عقد الامتياز كبير يعني يصل إلى 200 صفحة وأكثر وهو تحط كمية التفاصيل كنت تحمي نفسك أنت كمان أو ممنوح عندكم عقد عقد ويحكم العلاقة بينكم حط كل اللي تبغى في العقد كل الحماية الممكنة حطها في العقد وكذلك في حكومة الآن مشكورة وضعت نظام أصدرت نظام امتياز تجاري يحمي يحمي الطرفين ولكن كحماية كشخصية ممكن في العقد تكتبها أنت متخوف من الأشياء أنت ممنوح تكتبه في العقد ثانيا أنا أبغى حقوقي كده الممنوح يقول واجب عليك تسوي كده تكتبه في العقد جميل في كل العقد في العقد في العقد فيجب أن يكون العقد واضح وصريح ومفصل الواجبات الكزامات وحقوق والكزامات المالية مفصلة فيها واضحة في العقد ممتاز واضحة أن العقد هو بيحكمكم بكرة القاضي بترفع تفتح صفحة خمسة البنت رقم اثنين مكتوب النص كده خاص يطبق عليه النص هذا فهو عقد كبير مو بعقد صغير ورقتين صفحتين عقد كبير فيه تفاصيل إن الشيطان يكمل في التفاصيل بكرة بتتحوثون أنتم أنتم ما نحو ممنوح فيجب إحكام العقد جميل سلمان إلى الأسف الوقت داهمنا ما شاء الله تفضل أنا عندي نقطة أخيرة قبل ما نختم ختاما الله يرفع عندنا البلاء ويفك علينا الحضر بما أننا نحن نحن قاعدين في البيوت كشركات أو أفراد كشركات ممكن تفكر بالانتياز التجاري وتبحث كيف أنا أسس الانتياز التجاري أنا عندي شركة كيف أسس الانتياز التجاري أبحث عنها أحتاج تقعد مع شركة تجيس مع موظفينك وتأسس تبحث عن مثلا كيف تطور نشاط حقي تواثق الانتياز التجاري تبحث تطلع كمانح ممتاز عنديك موظفين سوي هيكلة جديدة وكذلك ممنوح أنا ببحث بدوّل بفرصة الآن أنت قاعد تبحث عن فرص منح فرص امتاز تجاري وحاجم استثمار فيه منشآت مشكورة عندها منصة امتاز تجاري ممكن تبحث فيها الشركات فرصة قوية لأصحاب الشركات اللي متعثرة متوقفة ينظرون في امتاز تجاري يطورون أدلة تشغيلية تبعهم الأنظمة حقتهم يأسسونها أنت عن بعد أنت مع موظفين كأن بوق يأسسون أدلة تشغيلية نظام عمل هيكل كيف نتحول إلى امتياز تجاري فيه نموذج اسم النموذج فحص امتياز تجاري تحاول أنك تعبيه أنت يماني مالك العلامة وأنت كذلك ممنوح فرصة الآن تبحث عن شركات عندنا توتوهات أنا أحب الكفيات ندور شركات كم ناح كفي وكم حجم رسمالها وكم العوائد جميل جدا الأسد سلمان الوقت جدا داهمنا الله أعطيك عافية كان معنا شكرا لكم موصول كان معنا الأستاذ سلمان المعجل مرشد معتمد في مركز دعم المنشآت في مجال الامتياز التجاري باحث إداري في الامتياز التجاري ويعمل في إعداد أنظمة الامتياز التجاري شكرا لك تواجدك معنا اليوم أستاذ سلمان شكرا لكم وصول شكرا لكم شكرا لكم شكرا جزيلا إذا في أحد في أسئلة أو لهذا ممكن منشآت أو عبر حساباتنا بإذن الله راح يتم التنسيق بينما إن شاء الله سلمان ونجيب على كافة الأسئلة بإذن الله مثل هذه اللقاءات أو حتى الدورات التدريبية راح تكون مجدولة بشكل يومي عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمركز دعم المنشآت في مدينة الرياض SSC أندرسكور RUH حساب مركز دعم المنشآت في المدينة المنورة عبر تويتر SSC أندرسكور MAD شكرا لكم ونراكم إن شاء الله في لقاءات الدورات التدريبية قادمة على خير شكرا لك سلمان شكرا لك شكرا لكم